بارح كنت بسأل كابتن وائل جمع على موضوع تريزيجي قلت له كابتن وائل تريزيجي فعلاً نادي أندرلاخت البلجيكي عايز تريزيجي قال لي عايزه بتلاتة مليون ونص يورو فعلاً عرفت معلومة كده من جوا النادي الأهلي قال لي لأ مفيش الكلام ده ومش عال النهاردة اتأكدت لأ يعني نادي أندرلاخت فعلاً تريزيجي جاله مكلمة كده كده نادي أندرلاخت بعت للنادي الأهلي عرضين عرض بنص مليون يورو في البداية نادي الأهلي قال لك العرض مش مناسب زوده العرض لمليون ونص وفعلاً نادي أندرلاخت بعت عرض آخر بمليون ونص وبعدين في النهاية النادي الأهلي طلب تلاتة ونص مليون يورو يعني حوالي خمسة وتلاتين مليون جنيه ونادي أندرلاخت حيبعت عرض رسمي عرض مالي رسمي بالرقم ده كابتن عبدالصادق قال إن احنا أو النادي الأهلي لسه يعني فاتح ملف احتراف تريزيجي ولو جاب نادي أندرلاخت دفع المبلغ ده بالإضافة لبعض الشروط في العقد مثلاً منها الرسيل أو إعادة البيع النادي الأهلي ياخد نسبة من إعادة بيع تريزيجي له ونادي أندرلاخت بعد كده عايز يبيعه مثلاً عشرين تلاتين في المية النادي الأهلي حيوافر أنا شايفه رقم كبير جداً جداً وهم هناك في بلجيكا عندهم معلومة أن تريزيجي أو حطين في دماغهم أن تريزيجي ده أفضل من أفضل لعبين في مصر في الفترة الحالية فحيبعته عرض نادي الأهلي يشترط أن يبعته نادي أندرلاخت عرض مالي جديد بتلاتة ونص مليون يورو ونادي الأهلي بشكل كبير حيوافق لو العرض ده وصل للنادي الأهلي بشكل رسمي تلاتة ونص مليون يورو نادي أندرلاخت البلجيكي يشتري بيهم تريزيجي ترجمة نانسي قنقر